دجمبر 2013 الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لاشغر يطالب بتغيير نظام الإرث المجلس العلمي الأعلى يتدخل ويعلن بكل وضوح أن أحكام الإرث قطعية لا تجديد فيها ولا مجال فيها للرأي التيار العلماني لم يقف بكتوف الأيدي وجيش ترسانته الإعلامية والحقوقية لمهاجمة نظام الإرث فعاد بعد سنتين وفي يوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر 2015 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب من جديد بتغيير نظام الإرث الخميس الثاني والعشرين من أكتوبر 2015 يومية المساء تؤكد غضب وعدم الرضا المجلس العلمي الأعلى المؤسسة الدينية الرسمية عن هذا المطلب بعد عامين ونصف وفي يوم الأربعة الواحد والعشرين من مارس 2018 أطلق سياسيون وحقوقيون وإعلاميون نداءا من أجل إلغاء التحصيب من نظام الإرث وفي اليوم نفسه أطلق سياسيون ومثقفون وهيئات مدنية نداءا مقابدا من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى الموقف الصلب للمجتمع والمؤسسة الدينية الرسمية دفع التيار العلمانية للانتقال من المطالبة بإلغاء الإرث إلى مراجعة التحصيب تفاعل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين مع النداء العلماني واعتبروه محاولة للدخول من النافذة بعد عجزهم عن الدخول من الباب وأنه خارج السياق والتطلعات لأنه صدر عن جهة تعاني من فوبيا وقراهية للدين ومرجعية المجتمع ولا تعكس مطالبها حاجيات المواطنين الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة فإذا كان موضوع الإرث والتعصيب محسوما بالكتاب والسنة والإجماع وأن الملك سبق وأعلن بكل وضوح أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلماذا رفع الموقعون مطلبهم للقصر ثم إن كانوا حداثيين وديمقراطيين يدافعون عن مطالب اجتماعية وحق للمرأة فلماذا لم يطرقوا باب الحكومة والبرلمان شكرا